على عكس كل التوقعات يبدو أن الحرب في اليمن تتسيد المشهد وسط تراجع في وثيرة التحضيرات الأممية لعقد جولة مشاورات جديدة لإنهاء الحرب وفرض السلام فشلت مساعي بريطانيا وصينية لإصدار بيان غير ملزم من مجلس الأمن يدعو إلى إنهاء الحرب بعد أن اعترضت كل من هولندا والسويد والبيرو على مسودة البيان الذي أعدته بريطانيا وحجة الدول الثلاثة أن القضية تحتاج إلى حل جذري عبر قرار يصدر عن مجلس الأمن ليوقف الحرب ويجلب طرفي النزاع إلى طاولة المفاوضات لم ينضي وقت طويل حتى أعلن نائب المتحدث باسم الأمن العام للأمم المتحدة فرحان حق أن المبعوثة الدولية إلى اليمن مارتين جريفث لم يعد يسعى لعقد محادثات سلام بين الأطراف المتحاربة بحلول لنهاية الشهر الجاري وإنه سيسعى إلى عقد المحادثات قبل نهاية العام فرحان حق شدد على أن الهدف الآن هو إجراء مشاورات سياسية قبل نهاية العام وأن ما تحاول الأمم المتحدة القيام به هو حل أي مشكلات حتى تستطيع عقد جولة محادثات ناجحة في أقرب وقت ممكن وسط تأكيدات من أوصات المبعوث الأممي بأن العمل على استئناف العملية السياسية يمضي حسب المقرر وبحلول السادس عشر من هذا الشهر سيطلع المبعوث الأممي مجلس الأمن الدولي على أحدث تطورات الموقف في اليمن وعن مساعيه لإنقاذ محادثات السلام التي لم تنعقد كما كان مقررا في السادس من سبتمبر الماضي وأوضح جريفث في تصريحات صحفية أنه يجري في هذه الأثناء مشاورات مستمرة مع الأطراف لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللوجستية لعقد المحادثات وأن هذه المحادثات ستبدأ بمجرد انتهاء الترتيبات وفي إجراء اللافت خفت حدة التحركات البريطانية والأمريكية الهادفة إلى إصدار قرار جديد من مجلس الأمن لإيقاف الحرب على وقع المعارك الدائرة في مدينة الحديدة غرب اليمن وسط مؤشرات على قرب استعادتها من ميليشيا العوتي وهو أمر من شأنه أن يعيد ترتيب أولويات الحرب والسلام في البلاد لكن دون وضوح كامل بشأن ما إذا كانت الأمور ستتجه نحو سلام يعيد لليمنيين دولتهم أم يقودهم نحو المجهول